اشتركوا في القناة المنخفض الجوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة هذا المنخفض الجوي هو الاول من نوعه لهذا الموسم بحيث يجمع بخصائصه خصائص متكاملة من ناحية انخفاض واضح وملموس على درجات الحارة لتصبح الاجواء الشتوية بعد ان طال غيابها كذلك الحال هناك نشاط لافت وواضح على الرياح الغربية وبداية لهطول الانطار في شمال المملكة بالتزامن مع بدء عبور جبه هوائية باردة تابعة لهذا المنخفض الجوي الذي سيتمركز الى الجنوب من تركيا ستعمل هذه الجبهة الهوائية الباردة على هطول الانطار واشتدادها في المنطقة الشمالية تمتد هذه الانطار اتباعا بعد مشيئة الله قبيل ساعات الظهيرة الى وسط المملكة بما فيها العاصمة عمان ومع ساعات بعض الظهر والعصر والمساء الاولى تمتد هذه الجبهة الهوائية الباردة في تأثيرها الى المرتفعات الجبلية الجنوبية بحيث تهطل الانطار في كل من مرتفعات الكركوة الطفيلة ولاحقا في جبال الشرع وبالتالي خلال اليومين القدمين هناك اجواء باردة متوقعة اجواء ماطرة على فترات في العديد من المناطق بمشيئة الله العظمى في العاصمة عمان متوقع اللا تتجاوز خلال يومي الثلاثاء والاربعاء حاجز 15 درجة مئوية واقل من ذلك في الجبال اما عند الحديث عن كميات الانطار متوقعة سيجلب هذا المنخفض الجوي كميات امطار اهمة الى المملكة تقدر هذه الكميات تقريبا بحدود 20 ملي مترا في المناطق الشمالية قد تزيد عن ذلك في اجزاء من غرب محافظة اربد اضافة الى مرتفعات عجلون وجراش هذه الكمية تكون بحدود 10 الى 15 ملي مترا في مرتفعات العاصمة عمان والبلقاء واكثر من ذلك بعد مشيئة الله في كل من الكركوة الطفيلة طبعا كل هذه التحديثات حتى اللحظة تتابعونا في خلال الايام القادمة لاستعراض المزيد من التنبؤات الجوية كان معكم الدكتور ايمان صوالحة من كادر التنبؤات الجوية في طقس العرب دمتم برعاية ألا